الإدغام الإدغام لغة هو الإدخال والمزج واصطلاحا هو إدخال الحرف الساكن الموجود في آخر الكلمة مع الحرف المتحرك الذي بعده بحيث يصيرانك حرف واحد مشدد من جنس الثاني فإذا جاءت النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة وجاء بعدهما حرف من الحروف الستة التي تجمعها كلمة يرملون فإنه ينتج عن هذا الإدغام حرف واحد مشدد لتقارب نطقهما ومن أمثلة ذلك من يعمل فإن النون تضغم في الياء ويصيرانك الياء المشددة مع بقاء الغنة حيث نقول فمن يعمل والإدغام قسمان إدغام بغنة وإدغام بغير غنة